أقيم في المركز الثقافي بمدينة سالمية ولأول مرة عرض فيلم ورشة أيلول السينمائية بحضور عدد من نجوم الدراما السورية من مخرجين وكتاب وممثلين وفنانين كما أقيم حفل تكريمي لعدد من الفنانين وتقديم الدروع السينمائية التذكارية لهم أنا جيت لهون أحضر هالفلم السينمائي شهر أيلول لأتعرف على الثقافة الفنية لمدينة السالمية وهذا طبعا نشرف لأيدي كبير وربما استفاد من هالخبرة الفنية بالفيلم شهر أيلول وإن شاء الله حتى نعادي زيارة حب أشكر أهل السينمية كلهم على هذه الدعوة ورشة أيلول وجد أنا أي نشاط من هذا النوع ثقافي سينمائي بيفيد البلد بيفيد هاي الشباب اللي عندها طموح لتقدم شيء تقدم أفكارها أنا كثير بشجع هذا الشيء وبنبسط فيه يعني نحن كمركز بريطاني تعليم اللغات ETC كنات داعمين لهالورشي من خلال برنامجهم دوراتهم حتى إنتاج الفلمين تخلى للحفل عرض فيلمين بعنوان القدر وهو فيلم صامق قصير والفيلم الثاني روائي طويل بعنوان بما تشعر ورشة أيلول السينمائية هي ورشة سينمائية عملت بمدينة صغيرة هي مدينة سلمية كان فيها صفين تمثيل وأخراج أنا كنت عريف قسم الأخراج بورشة أيلول السينمائية أنا موجود هلأ هون سلمية لحتى نشوف يعني أنا بعرف أنه فيه إمكانيات بأبسط ما يمكن في مشروع سينمائي أنا بالنسبة لي هو مشروع حياة مشروع السينما الهدف من هذا الحفل هو تنمية المواهب الشابة والقدرة على اجتياز الصعوبات بأبسط الإمكانيات والمعدات المتوافرة في مجال تمثيل والإخراج السينمائي